حاجة اسمها بارافريز او بيطلب مني الفيجرز ووزبيتش او بيطلب مني الرايم سكيم تمام طيب بالنسبة لي القصيدة اللي عندنا اللي هي اي واندر دلونلي اذا كلاود عندي طبعا اه فور ستانزاز الاربعة ستانزا اللي موجودين قلنا نركز على الاولى والتانية الاولى والتانية في جزئيات البارافريز وجزئيات الفيجرز ووزبيتش بيجيب لي طبعا في الامتحان الاستانزا مكتوبة ما بيطلبش مني ان اكتبها او اسمحها بيجيب لي استانزا وبيبدأ يطلب مني نقطة او اتنين او تلاتة على حسب زي ما قلنا هناوت بيطلب مني حاجة زي البارافريز البارافريز الخاص به الاستانزا سواء الاولى او التانية او التالتة او الرابعة فلما اجي هنا هوت ليه البارافريز بتاع الاستانزا الاولى لازم سيادتك تحفظ الشكل ده هوت تمام بالنسبة ليه البارافريز الشرحة والتحليل طيب انا ما يدرتش احفظ ده عبر عنه بطريقتك انت عبر عنه بطريقتك انت بمعنى ان سيادتك بيكون موجود قدامك الاستانزا موجودة فبتبدأ تقولي ان هوت the boy that says that he was walking alone او walking lonely as a cloud يعني انت عدت الكلام ده بس بطريقتك انت تمام بعد كده ان هوت that floats on high over fields and hills اللي هي هنا تشبيه للكلاوت لما اقول وين هي صادر ليه لما هو فجأة so a large number of the diffidels لما شاف عدد كبير من ظهور النرجس فين beside the lake جنب الليك او beneath يعني under هنا the trees او تحت الشجر فلاترينج انت تتميل او بتتحرك او بتور قصة in the breeze في النسيم او العليل ده بالنسبة للبرافريز يبقى سيادتك اعدت الكلام دهو بس بطريقتك انت طيب انا مش هقدر اعمل كده خلاص قدامك اهوت البرافريز التحليل او الشرح الخاص بالاستانزا سيادتك اقدر احفظه ما فيهوش مشكلة طيب بعد كده بيطلب مني حاجة زي ال rhyme scheme او figures of speech لما اجي ابص على rhyme scheme اللي عندك قلنا حسب ما هو مكتوب عندك في الاستانزا كان تقسيمتها a b a b c c وشرحنا الكلام ده قبل كده يعني a a و b قلنا النهاية الاولى غير النهاية التانية يبقى هاخد هنهوت بترتيب الحروف الابجادية كلاود هنا اسمها a وهنا هيلز اللي هي b زيه هنا بيقول لك راود وي ديفيدلز طيب ما هي كراود زي كلاود الاود والاود يبقى زي ما قلت في الاولى والتانية a b هقول في التالتة والربعة a b بعد كده عندي شكل مختلف اللي هي التريز والبليز يبقى هقول لها هنا هو التى c c يبقى ازا لو طلب مني ال rhyme scheme بكتب a b a b c c ده بالنسبة لل rhyme scheme طيب اللي استنزت تانية همشي بنفس الطريقة اللي هي c بعدها d e d e f f تمام ده لو طالب ال rhyme scheme طيب بالنسبة لل figures اللي موجودة عندي وهل انا لازم اكلت كل figures سيادتك لو انا قلت لك حدد لي a figure بس هتكتب لي حاجة من الاتنين اللي قدامك طلبت وقلت لك اكتب لي figures of speech اكتب لي figures اللي موجودة في القصيدة كلها هتبدأ تطلع لي من السطور اللي موجودة قدامك ايه هي figures اللي عندك سواء كان عندي حاجة اسمها metaphor او simile او personification على حسب اللي موجود عندك في ال stands فلما اجي عندك في ال line الاول السطر الاول مديني حاجة اسمها simile يعني ايه simile انها تشبيه امتى بقول ان انا عندي simile في السطر اللي قدامي في حالة وجود كلمات زي like او as like او as يبقى هنا في حاجة اسمها تشبيه يبقى هقول له انا عندي simile في العبارة اللي بتقول as a cloud او الجملة عايز تكتبها كلها اكتبها I wondered lonely as a cloud في الحالة ده هي بتبدأ بتشرح وتقول لي هو عبارة عن ايه التشبيه ده ان ده بويت لايكنز يعني بيشبه himself to a cloud بيشبه نفسه بكلاود بسحابة ده بالنسبة للsimile بعد كده مديني حاجة اسمها personification اللي هو التشخيص وانا هنا هو ان الشاعر بيدي صورة من صور الانسان ليه الاشياء فلما اقول هنا fluttering and dancing fluttering and dancing هو هنا بيشبه اللي هي اظهر النرجس بالpeople او المان او المن الناس اللي هي هو كان move and dance او flatter and dance ده بالنسبة للpercification اللي موجود عندك هنا بعد كده كان عندي حاجة اسمها contrast لو عايز ازود اجابات تانية اقول له عندي contrast في تناقض ما بين كلمة lonely و crowd اللي هو بمفرده وازدحام عندي over و under اللي هي كلمة beneath كمان اللي هي اعلى واسفل عندي fills و hills اللي هي الاودية والتلال دي كلها فيها contrast بمعنى تناقض هاجي بعد كده مديني حاجة تانية اسمها illustration ان البدايات بتكون واحدة to give music عشان تديني music موسيقى يبقى ايزا اللي انت اخدته في الجزء ده هي جزئية الparaphrase اشرح الكلام ده معنى ايه rhyme scheme اللي عندك هي عبارة عن ايه بالشكل ده مفيش اسهل من كده ويقول لي figures of speech زي simile او personification عايز تزود وتقول لي فيه illustration او فيه contrast مفيش مشكلة ايزا نوعية اسئلة الشعر مش عايز اقف عندها واقول انا الشعر صعبة او في جزئية صعبة لا الدنيا بتبقى سهلة وبسيطة انا بيطلب مني نقطتين نقطتين عليهم اربع درجات طبعا في الامتحان سواء طالب paraphrase او rhyme scheme او figures of speech تمامي عم ماجدي ده بالنسبة للجزء الخاص بالشعر هنروح بعد كده لجزئية النوفل مرة تانية نوفل مرة تانية نوفل مرة تانية سيادتك بدأنا في الترم التاني من page 91 قلنا طبعا عندي هناوات احداث كتيرة لازم اخلي بالي منها اللي هي short visit to the mansion building قلنا هنا ممكن اسأل سؤال why did go to mansion building again ليه هو راح المبنى ده مرة تانية عندي سؤال تاني برضو من الاسئلة المهمة هنا اللي هي جزئية هنا هو توضده find in the borders room هو لاقيه في ال borders room في حجرة البواب حاجة تانية او quotation مهم عندي في الشطر الاول اللي هي you could be more careful وشوفناها في امتحان السنة اللي فاتت او اللي قابلها او اللي قابلها هنا you were driving very dangerously انت كنت بتسوق بشكل خطير سيء يعني طبعا قلنا الكلام ده كان بيقوله someone to the driver of the yellow car او one of the two men اللي هما كنا بنو عليهم ال police men هروح بعد كده كان عندي طبعا جزئية تانية اللي هي قلنا why was someone interested in last cabiness ليه اهتمامه زاد بlast cabiness او night club اللي هو الملها الليلي قلنا طبعا عندي اسباب كتير كان منها طبعا ان healing garfield used to go dancing there السبب التاني ان healing garfield asked him to meet here there طلبت منه يتقابله هناك حاجة التالتة قلنا طبعا بنجريب اللي هو the last drummer drummer السابق diet اللي هو مات كان بيشتغل هناك worked there الحاجة اللي اكدت او زودت اهتمامه بلاس cabiness زي ما عرفنا هنا انه اكتشف العلاقة ما بين الporter والtwo men who hit him on the head اللي ضربوه قبل كده in a lens apartment تمام ده بالنسبة للجزء ده بروح بعد كده للاسئلة موجود عند سيادتك اسئلة سؤال واجابة مفروض اكون من خلال مراجعات وامتحانات الشهور اكون اه خلاص حضمت الجزء ده كويس جدا يعني تمام لما اجي هنا هوت واقول لك what surprised did lini someone have ايه هي المفاجأة اللي اه طلقاها اه samuel هتقول لي طبعا ان there was a yellow car that followed him كان في عربية صفرة اللي كانت بتتبعه او مشارع هاو could lini someone escape ازاي قدر يهرب منها طبعا قلنا الحادث بتاع الدج وجود الدج طبعا هنا هو في الطريق بالنسبة له بعد كده يقول to be قلنا cotation بتكرر كتف امتحانات عندي بعد كده طبعا اللي هي السؤال مثلا الخامس ده لو لاس كابيناس ذات ازاي تليفون نمبر ده رقم التليفون ال cotation ده طبعا كان سامول هنا بيقوله النفسه when he found the number of لاس كابيناس تليفون بعد كده مديني سؤال تاني اللي هي why was someone very interested in laس كابيناس or why did he become interested in laس كابيناس ليه اصبح مهتم بلاس كابيناس زي ما جاوبنا دلوقتي تقدر تراجع تاني عندي بعد كده قلنا هاو was laس كابيناس different at night from the day ازاي او ايه وجه الاختلاف اللي موجود في المكان ده اللي هو المالها الليلي بالنهار عن بالليل وانه طبعا في الday time وقت النهار it looked old كان شكله old وامبتي شكله فاضي وقديم وديرتي مش نضيف ولكن at night it was wonderful كان شكله جميل with sweet music بموسيقى جميلة كده and soft lights واضاءة خفيفة ده بالنسبة للأسئلة اللي عندك هنا كان عندك برضو تأكيد للأسئلة بعدها كان موجود عندي مجموعة أسئلة تاني بإجابات عندك هنا هي برضو المفروض أبص عليها هنروح بعد كده للشابتر التاني اللي هي العنوانه لاس كابيناس اللي هو المكان او المالها الليلي ليه لان في احداث كتيرة بتدور حوالين المكان ده وهنا بنيجي للقاء اللي موجود او اللي كان متفق عليه ما بين سامويل وهيلين جارفيلد قلنا طبعا she went there at eleven thirty رحت المكان ده ساعة احداشر ونصة وبدأ النقاش او الجدال او الزعل وقلنا هنا الجزء بتاع why was she angry with Samuel ليه كانت هي غضبانة من سامويل ده سؤال مهم جدا في بداية الشابتر الجديد ليه كانت غضبانة من سامويل قلنا because he wasn't at his office لانه ما كانش موجود في مكتبه at five ساعة خمسة كما كان متفق ما بينهم قبل كده باجي بعد كده بابص على جزئية الكوتيشنز اللي هي where were you this afternoon انت كنت فين بعض الظهر she said sharply لما يقول لي sharply بتتكلم معه بحدة او بغضب هتقول له هنا I am paying you fifty dollars انا بتفعلك خمسين دولار في اليوم برضو الكوتيشن هنا هقول له هيلين طبعا بتقول الكلام ده لسامويل اتلاس كابنس و اقدر ازود بعدها ان she was angry with him كانت غضبانة منه بعد كده بتقول له why weren't you at your office انت ليه ما كنتش في مكتبك بعد الظهر الساعة خمسة و ده اجابة على السؤال الاولان بتاعنا why was she angry with him اللي هي كانت غضبانة منه هو جايوب لعليه هنا هوت لانه ما كانش موجود في مكتبه الساعة خمسة لما قول هنا it's a long story دي حدوتة طويلة قصة طويلة طبعا ده كان الرد سامويل على هيلين لما بتقول له انت كنت فين بعد كده بنقول هنا هوت I am not a friend of yours I am not a friend of yours انا مش احد اصدقائك طبعا عشان ادلعك واقول لك يا لين انا مش صاحبتك عشان اقول لك يا لين كنتش المهم لما اقول هنا I am not a friend of yours يبقى بقول الكلام ده قالته uh Helen Helen Garfield said these words to Len Samuel at Las Cabanas when he asked her لما طلب منها to call him Len as his friend باعتبرها صديقة له I am paying you a lot of money to work for me انا بتفعلك فلوس كتير عشان تشتغل عندي او لصالحي طبعا برضو الكلام ده بتقوله هيلين لي ليني سامويل بعد كده مديني جزئية تانية اللي هي I've been hit on the head انا اتضربت على الراس and and suspected of murder واتهمت بجريمة اتل مين اللي بيقول الكلام ده طبعا عشان يبرر موقفه هنا سامويل ستزيز ويردس تو هيلين جارفيلد اتلاس كابيناس بعد كده قلنا طبعا دو لايك زباند دو لايك زباند ده السؤال ده كان بيسألوا قلنا سامويل لي هيلين جارفيلد وهي ردت عليه طبعا قالت لا I didn't come here to talk about the band انا مش جاية هنا عشان قابلك ونتكلم عن الباند باند ايه وبتاع ايه بعد كده بيقول لها the band has got a new drummer tonight the band has got a new drummer tonight الباند في درامر جديد الليلة طبعا ده الكوتيشن بيقوله سامويل لي هيلين بعد كده بقول هنا هو اه what was the drummer what was the drummer مين الدرامر ده اسمه ايه the man's name اسم الراجل ده ايه طبعا ده كانوا الكوتيشن اللي بتقوله هيلين لسامويل اه اباوت ذا درامر اللي هو بنجريب اه بعد كده كان عندي برضو كوتيشنز تانية اه ما جي هنا it's time for me to ask you لما اقول بس الجزء ده كده ويجيلي في الامتحان خلاص ما انا عرفت مني اللي بيقول الكلام ده it's time for me ده وقتي انا بقى عشان اسألك ده كان الكلام ده بيقوله سامويل لي هيلين جارفلد بعد كده سألها مجموعة اسئلة ولكن كان عندنا جزئية مهمة اللي هي there are some things about your sisters زبيرانسي في حاجة بخصوص اختفاء اختك دية which were me اللي هي عملة لقلق عايز اسألك عنها وبدأ يقولها هنا i don't think i can help you i don't know much about elen's life here ده كان كلام هيلين جارفلد لي سامويل بعد كده you don't know los angeles انت متعرفيش los angeles كويس طبعا الكلام ده بيقوله سامويل لي هيلين لما ماجي هنا هوت واقول مثلا جزئية زي دي when i went to elen's flat لما انا رحت الشقة بتاعت elen i noticed something unusual وقلنا هنا unusual معناها different معناها strange حاجة غريبة حاجة غير عادية ايه الغير عادي في الشقة بتاعت elen garfield ان there were very few clothes كان فيه ملابس قليلة جدا in the wardrobe في الدولاب it seems that elen garfield بيبدو ان elen نفسها هي اللي planned her disappearance هي اللي مخططة لاختفاقها do you mind if i ask you one more question عندك مانع اسألك كمان سؤال برضو هنا هيلين اللي بيقول الكلام ده سوري سامويل اللي بيقول الكلام ده الهيلين ايه السؤال الخطير والمهم اللي بيسأله طبعا سامويل اللي هو why you asked me to meet you here ليه انت طلبت مني نتقابل هنا وهنا يعني last cabinet هل هي جاوبته did she answer him or no طبعا she didn't why ليه بكش left لانها غادرت تركت المكان ومشت وديت كانت surprise بالنسبة لسامويل عندي برضو مجموعة اسئلة واجابات على الجزئية دي نفس الكلام اللي احنا قلناه احنا بنبص على الشابطة النافسه where were you انت كنت فين بعد كده لما اجي 50 dollars a day doesn't allow you عندي بعدين برضو اسئلة تانية اللي هي what was the drummer? مين هو the drummer? what was his name? اسمه ايه? لما اجي بعد كده نيبص على السؤال برضو اللي هو number 12 did Helen answer Mr. Samuel when he asked her why she met him at last cabinet? هي جاوبته وقلنا no? لا! what did she do? هي عملت ايه? اقدر اقولها على طول اختصارها للكلام ده she pretended to go to the toilet اتظهرت ان هي هتروح الtoilet then she left last cabinet وبعد كده غادرت last cabinet اروح بعد كده للشابطر التالت اللي هو heiling garfield leaves هيلين بتغادر بتغادر ايه? بتغادر طبعا last cabinet واللي هنا هوت when was he sure that she left last cabinet? امتى هو تأكد ان هي غادرت last cabinet? الكلام ده حصل طبعا when he asked the man at the entrance لما سأل الراجل اللي موجود at the entrance او at the door of last cabinet لما سأل الراجل اللي واقف قدام الباب وده الحوار اللي كان بيدور ما بينهم الراجل هنا اللي هو على الباب بتاع last cabinet بيقوله the beautiful long with blue eyes بنت الجميلة الحلوة دي الشقرة ام عيون زرقه طبعا هنا الكلام ده بيقوله the man at the entrance of last cabinet to Samuel when he asked him about لما كان بيسأله عن هيلين. she left early a quarter of an hour ago. مشت من ربع ساعة نفس الكلام. لما قوله هنا هوت did you hear her give a taxi driver another address? سمعتها بتدي لسواق بتاع التاكسي عنوان. طبعا ده كان السؤال بيسأله Samuel the man at the entrance of last cabinet. باجي بعد كده للقطة خطيرة ومهمة جدا في احداث القصة. وفي المكان نفسه اللي هو last cabinet. اللي هي you haven't paid your bill. you haven't paid your bill. انت ما دفعتش الفاتورة بتاعتك. طبعا كان الكلام ده بيقوله the waiter الجرسون at last cabinet to Samuel. you can keep the change والتاني يقوله لا ده حسابك the price twelve dollars. ما بيقوله هنا less cabinet is very expensive. less cabinet دي اسعارها غالية. اسعاركم بايت غالية له كده. less cabinet is very expensive. وانه طبعا الكلام ده بيقوله سامويل. to the waiter. للجرسون. when he told him that his drink was twelve dollars. ان مشروباته تكلفتها كانت اتناشر دولار. not ten. مش ten. then he gave him another five dollars. بعد كده اداله خمسة دولار تانيين. and asked him to keep the change. وطلب منه يحتفظ بالباقي عشانه. عندي مجموعة الاسئلة على الشرطة الاخير برضو ان نقراها مش اكتر من كده. يبقى ازا خلال مراجعتك للجزء ده تقدر تجاوب على اسئلة القصة. واللذيذ عندك في النوفل انه بيبقى مديلك آآ تلاتة كوتيشن بيقولك حليلي منهم اتنين. واربع جمع الاسئلة بيقولك جاوبلي على تلاتة. ان شاء الله طبعا نقدر نحل التلاتة والاربعة يعني كل القصة نقدر نحلها الاختياري او الاجباري. ما فيهاش اي مشكلة لان احداثها سهلة وبسيطة بالنسبة لك. ده بالنسبة للنوفل وبالنسبة للبؤاتري. اروح بعد كده طبعا بالنسبة الوحدات قلنا كان عندي يونت سيبن ويونت ايت ويونت ناين. هل فيهم اي مشكلة بالنسبة لنا من ناحية كلمات او جرامر؟ ها يعني عارفين جزئيات المقارنة كويس؟ مقارنة صفات سواء اي ارزان او اي اي سي تي. وزقية از 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 اللي اصفة از بالامثال اللي عندك عليها. از صفة از. تمام. ازاي ابدل او اغير اه صفة بصفة. يعني مثلا لو انا قلت اه جولد از مور اكسبنسف زان سيلفر وبيقولي استخدم او ابدأ بكلمة سيلفر مثلا. سيلفر از ليس اكسبنسف زان. قلنا سيلفر از ليس اكسبنسف زان. تمام. لو قلنا مثلا اه انجليش is the easiest subject. انجليش is the easiest subject. الانجليزي is easier than english. يبقى اسمها نو نو سبجكت. نو سبجكت باعتبار ان الانجليش او الماس او السينس او الميوزيك دي اسمها سبجكت مواد. يبقى اقوله نو سبجكت is more او is easier. is easier than english. نو سبجكت is easier than english. معنا كده ان الانجليش is the easiest. طب لو قل استخدم easy بس في نفس الجملة. لو قل استخدم easy بس في نفس الجملة. انجليش is easy? ها. مش للدرجات دي. اصلا انا لما اقول انجليش is easiest وبعد كده اقوله انجليش is easy. ما تمشيش. ما تمشيش كده انا ما عمدتش مقارنة. كده ما عمدتش مقارنة. انا عايز شكل مقارنة. انجليش is most easy language. يا حبيب قلبي ما احنا قلنا انجليش is the easiest. خلاص? معنا كده ان الانجليش is easier than انجليش. معنا كده ان الانجليش is as easy as. انجليش. no subject is as easy as english. ما فيش مادة سهلة زي الانجليزي. يعني الانجليزي هو الاسهل. ما فيش مادة اسهل من الانجليزي. يبقى الانجليزي الاسهل. يبقى سواء انا استخدمت ال-er ومع هذان او استخدمت زاوي ال-est اقدر اسويهم ب-as-as اللي بيجي لي معاها الصفة فقط. الصفة فقط. تمام? دي جزئية. اه كان عندي طبعا المجموعة الصفات وال-opposits بتاعتها. كتير عندك في الوحدة كلها. مادنية على مجموعة الصفات. اهو اول سؤال كان عندك اه ماتش وصل لي الكلمة بمعناها. وبعد كده قال لي وصل لي الكلمة بعكسها. لازم اكون حافظ مجموعة الصفات دهية. الكلام ده طبعا انا امتفوت الكلام ده لان احنا حلينه اكتر من مرة مع بعض. مش جديد بالنسبة لنا. طالب مني هنا اكتب لي الوبزيت بتاع كل صفة. يبقى لازم اكون عارف الصفة وعكسها. بمعنى ان انا لو جيت وقلت لك هنا هوت استخدم حبايب الشتار باقول يبقى تزهد يعني تزهد ماشي يعني بدينك عكس الصفة خلاص تمام فلو قلت هنا مثلا The story is boring استخدم exciting The story is exciting أنا بقول The story is boring استخدم exciting The story is not exciting It's not exciting تمام بالضبط لما أقول مثلا The story is expensive العربية expensive غالية معنى كده أن هي Not cheap Not cheap لما أجي الجزئية زي دهية قلنا Dollar keep Dollar keep وشفناها في امتحانات السنين اللي فاتت لما كان بيجي يقول لي As not as a bat طالما بتكلم عن باتي بقى أنا بقول له blind As blind not اسمها as صفة as As blind as نقط عايزني أجيب الاسم اللي أنا بشبه به أو اللوبات كبأ إذن دولت كانوا عندي كيب حفظ لازم أكون حافظهم كويس وشفناهم في امتحانات السنين اللي فاتت كان عندي أيضا هنا هوت استخدام كلمة زي كلمة classical كلمة music مثلا كصفة بمعنى موسيقى classical اللي هي معناها traditional تقليدية أو قديمة كان عندي حاجة زي take a look أو have a look take a look أو have a look بعد كده كان عندي جزئية الصفات اللي بتنتهي بالـ D أو الـ E D عشان أوصب بيها الأشخاص وكان عندي الصفات اللي بتنتهي بالـ ING عشان أوصب بيها الأشياء إذا شوفنا الكلام ده كتير في المناهج بتاعتنا القديمة فلو قلت the film is exciting وبيقول استخدم the children يبقى أنا هقوله هنا the children are excited لو الفيلم exciting يبقى الولاد excited تمام؟ لو الفيلم boring يبقى الولاد bored مثلا لما يجي كان عندي طبعا الشواز بتوع القاعدة دي اللي هي قلنا good الدرجة التانية منها اسمها better than والثالثة زابست أما bad قلنا worse than والثالثة زورست ما نساش الكلام ده كويس أجي بعد كده كان طبعا شغالي على جزئية more less وشفناها في نفس المثال ده من شوية لما قلنا gold is more expensive than silver معنى كده إن silver is less expensive than gold روح بعد كده مثلا مثلا اهو بقول هنا احمد is dollar زان علي وبيقول استخدم shorter ده انت قلت لي dollar استخدم shorter يعني اعكس الجملة يعني اعكس الجملة يبقى هقول ايه علي الشورتر زان احمد يبقى علي الشورتر زان احمد تمام هي بتجيلي كده في الامتحان لما اجي هنا هوت واقول مثلا علي is more intelligent than rami وبيقول استخدم rami is بقول له is less rami is less طالما صفة طويلة عندي بmore يبقى انا هعكسها بلس والعكس صحيح لما اجي هنا هوت بيقول لي achita is not zan طالما عندي zan يبقى انا عايز الصفة لاخيرها faster faster اي ار بقت faster تمام لما اجي بعد كده لقواس ايه ده لان انا عندي عنوان اليونت عنوان اليونتس بالنسبانا شوفناها اكتر من مرة قبل كده بيتيجي بجمل اختياري عنوان اليونت نفسه تمام لما يجي هنا يقول لي هادئي از نقط zan واقل يبقى انا يلزمني كلمة better اسمها better than اسمها better than تمام لما اجي مثلا لجملة زي دهيت اللي هي هيدرينكس هقول له هيدرينكس نقط zan his father عندي زانة هيت عندي زانة هيت يبقى انا عايز يامور يالس عايز يامور يالس موجود عندي منهم حاجة اه موجودة مور يبقى هيدرينكس مور zan his father تمام ده بالنسبة لجزئة دي لما اجي هنا هوات للجملة دي بيقول لي هنا مونا is better than runya استخدمني runya is طالما قال لي ابدأ بالاسم الاخير يعني اعكس الجملة اعكس الجملة ها يبقى هقول له runya is runya is worse than is worse than is worse than تمام لما اجي بعد كده كان عندي جزئة as صفة as في جزئة grammar عندي لما قولي هنا هوات احمد is as young as his brother يعني اللي اتنين they are young اللي اتنين they are young بمعنى بمعنى ركز معايا لو جيت هنا وات وقلت احمد and his brother are young تاني احمد and his brother are young احمد واخوه اللي اتنين هما اللي اتنين young وبيقول لي استخدم as خلاص اقسمهم بقى اقسمهم وعمل مقارنة يبقى احمد صغير زي اخو تمام احمد صغير زي اخو انا قلت الاتنين young الاتنين old الاتنين tall الاتنين short طالما both of them or they are الاتنين كذا وكذا كذا وكذا يبقى معنى كده ان الجملة عندي هتكون بالشكل ده يا احمد is as young as is brother طيب يعني نشوف هنا بيقول لي girls are prettier than boys البنات اجمل من الولاد بيقول لي هنا استخدم not as not as هقول له حاضر اعكس لي الجملة هقول له boys aren't as pretty as girls الولاد مش جمال زي البنات مش انت كنت يقول لي دولة اجمل من دول خلاص يبقى دولة مش جمال زي دول تمام المهم ان ما بين as as صفة سادة زي طول او short او beautiful صفة سادة بدون اي اضافات لما جي هنا الجزء ده في الاختيارات هو انت مديني هوت بولاية as مديني صفة و as يبقى انا كان يلزمني هناك as 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 مديني اذا هيت مديني اذا هيت وهناك اذا هيت هو as as ما بينهم ايه young ما بينهم صفة مين الصفة بدول young بس لا اي ار ولا اي اس تي لا اي ار ولا اي اس تي بعد كده كان عندي مجموعة كلمات هنا طبعا هنا هوت لما اقول she's chatty معناها يعني talkative يعني talkative او chatty معناها كثيرة الكلام بتكلم كتير fond of talking يعني مغرمة بالكلام بتكلم كتير half english half english معناها نص نص عنده احد الولدين انجليز الجنسي make up شفناها اكتر من مرة قبل كده اللي هو بمعنى يضع مكياج او بنقول عليها المكياج ناص بديني كلمة زي كلمة زي اللي هي اا saxophone saxophone قلنا هنا ده اله موسيقية يبقى اسمها play 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 za saxophone play za guitar play za piano انما مع فوتبول وبسكتبول وتنس كنا بنقول play واسم اللعبة بس play football او play basketball كان عندي جزئية sighting قلنا من الكلمات المهمة اللي بتتكرر كتير في امتحانات اللي يا مشاهدة بالاماكن السيحية لما اجا اقول له هنا هوات شي ايز نوع ده الانترنت شي ايز نوع ده الانترنت هي اسمها saving ولا serving ولا surfing لا اسمها surfing ده الانترنت بيتصفح النتر travel by باي عندي قلنا وسيلة مواصلات مباشرة زي plane او car او taxi انما لو قلت ab lane او zap lane يبقى انا بقول له on لو عندي a car او za car يبقى انا بقول له in مجموعة كلمات تانية اللي هي تتكلم عن بعض الوظيف زي كلمة actor وقلنا المؤنس منها اسمه actress ممثل وموثلة وكان عندي singer مغني وكان عندي حاجة اسمها tv series اللي هو مسلسل تليفزيوني كان عندي handsome بمعنى جميل كان عندي character شخصية خاصة ال characters اللي بيتقابلنا فيه novels او stories او books عمتا فلما يجي هنا يقول له احمد حلمي ده بسميه famous actor ممثل مشهور تمام لما يجي هنا مثلا واقول هنا هوت the way the ancient Egyptian built the pyramid is still a still a الطريقة اللي بلو بيها المصريين القدماء لازالة لازالة a mystery لسه لغز او سر غامض محدش يعرفه mystery يقول لي هنا اذا دكتور هو perform is operation اسمها perform operation او do operation perform operation او do operation بيجري عمليات جراحية ده اسمه surgeon جراح لما يجي هنا هوت يقول لي مثلا مجموعة صفات تانية وهاتلي opposite منها خلاص يبقى انا لازم لما يجي ابص في امتحاناتي لازم اكون حافظ الحاجات دي لما يجي بعد كده طبعا عنديها خطع كتير وي جزئيات محادثات كتيره مفروض اكون اتضربت عليهم على لي هنا لما يقول له هنا my little daughter is not she never talks to strangers كيف انا بقول له هنا my little daughter is shy خجول عمر 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 بيتوقع الحاجات الوحشة in the future لانه he is 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 mystic is mystic طبعا اللي هو شخص متشائم the waiters at restaurant were all helpful الناس دولة helpful متعاونين and طالما helpful عايز صفة حلوة زيها and friendly don't be لا تكن we are just joking احنا بنهزر يبقى ما تتباش غابي بقى ما تتباش سخيف don't be silly وانه طبعا سيلي عكسها sensible sensible اهي sensible عكسها sensible نجوة is as thin as اقول له as ما انتدتني as والصفة عايز از بعدها تدرك صوت البدلة الغمقه دي is expensive than اقرأ الجملة الاخيرها فيه زانة هي more اسمها more the river the river is longer هي longer عايز ايه بعدها than مش than i am than than my sister she is than كريم worse she is worse درجة تانية من bad worse is that he has type the report as quick as flash اسمها as quick بسرعة الفلاش ماجي هنا بيقول لي سلمة كذا وماهي كذا استخدم لي طولر هو عايزك تستكشف العلاقة ما بين الطرفين اللي هي سلمة وماهي سلمة سبعة وخمسين وديت خمسة وخمسين وعايزنا اقول له طولر خلاص يا عام بسلمة